موسيقى موسيقى يقبل وقت أن يقف فتفل اليوم سيصبح رجلا بالغا في الغد يبدأ جسم الإنسان بخلية وحيدة في مرحلة الإخصاب ليصبح فردا يمتلك جسمه تريليونات الخلايا المنظمة ضمن صف معقد من البنى عالية التخصص إذ تبدأ هذه الأنسجة والأعضاء عملها من اللحظة الأولى بعد الولادة وما بين الإخصاب والولادة كيف يحصل الجنين على غذائه وهو في بطن أمه ومن المسؤول عن السمرار وظائفه الحيوية إنها المشيمة التي تتشكل في نهاية المرحلة الأولى من الحمل والتي تعد عضوا معقدا يسمح بحدوث تبادل ما بين دم الأم ودم الجنين حيث تكون هذه المبادلات وفق مبدأ الانتشار البسيط والنقل الفعال لكل من المواد المغفية فتعمل كجهاز هضم وكجهاز إطراح يخلص الجنين من الفضلات وتعمل أيضا بدور مماثل لجهاز التنفس فتنقل الغازات وتزود الجنين بغاز الأكسوجين وتخلصه من غاز ثناء أكسيد الكربون كما تلعب دورا مناعيا وذلك من خلال تزويد الجنين بالأضاد عن طريق الزغابات المشيمية يذكر بأن الهيموغلوبين الخاص بالجنين ذو انجذاب أكبر للأكسوجين من هيموغلوبين الأم مما يمكنه من نزع الأكسوجين من هيموغلوبين الأم ولا يتم الإختلاط بين دم الأم ودم الجنين لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلها عن بعضها يبتعد الجنين عن المشيمة ليبقى متصلا بها عبر الحبل السري لأن طبقات الزغابات الكوريونية تفصلها عن بعضها يبتعد الجنين عن المشيمة ليبقى متصلا بها عبر الحبل السري حيث يتدفق الدم من الجنين إلى المشيمة عبر شفع من الشرايين ويعود عبر وريد وحيد تستمر الزغابات المشيمية بالنمو والتفرع والاستطالة مما يخلق شبكة ضمن بطانة الرحم لتستمر بذلك المشيمة بالاستطالة والنمو وبالإضافة إلى ذلك تلعب المشيمة دور غدة سماء من خلال إنتاج هيرمونات الاستروجينات والبروجسترونات منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل بالإضافة إلى هيرمون الـ HCG وهيرمون الريلاكسين يعمل البروجستيرون منذ نهاية الشهر الثالث من الحمل أما هيرمون الـ HCG الهيرمون البشري المشيمائي المنبه للغدة التناسلية الذي يظهر في مجرى دم الأم الحامل خلال الإنغراس فتنتجه خلايا الأرومة المغذية الخلوية ثم تنتجه المشيماء بعد ذلك يعمل بعمل مشابه لهيرمون الإلأش إذ يحافظ على الجسم الأصفر ويدعم إفرازه لهيرموني البروجستيرون والإستراديول فإذا توقف إنتاج هيرمون الـ HCG الهيرمون المشيمائي البشري المنبه للغدة التناسلية في الأسبوع الثامن يضمر الجسم الأصفر ويتوقف إفراز الهيرمونات الجنسية مما يسبب الإجهاض ويعد وجود الـ HCG الهيرمون المشيمائي البشري المنبه للغدة التناسلية في الدم والبول إشارة واضحة على حدوث الحمل كما تشير اختبارات الحمل المنزلية ويستمر حتى نهاية الشهر الثالث من الحمل ليبدأ بعد ذلك تركيزه بالتراجع بسبب تشكل المشيمة التي تقوم بإفراز الهيرمونات الجنسية الأنثوية وأيضاً هيرمون الريلاكسين الببتيدي الذي تفرزه المشيمة والجسم الأصفر الذي يزيد من مرونة الارتفاق العاني مما يسمح بتمدد الحوض والتوسع عنق الرحم في أثناء الولادة لتنتهي المرحلة الأولى بتشكل معظم الأعضاء الأساسية للجنين بتمييز جنس الجنين لتبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية وهي نمو الجنين لتصبح المهام الملقاة على عاتق الأم أكبر بسبب نمو الجنين بسرعة وتشعر الأم بحركة جنينها في الشهر الرابع بسبب تشكل الجهاز العصبي وفي نهاية الشهر السادس يمكن أن يولد الطفل ويمتلك فرصة كبيرة في البقاء وفي المرحلة الثالثة تصبح غالبية الأجهزة جاهزة لأداء وظائفها فيزداد وزن الجنين وطوله إذ يبلغ وزنه من ثلاثة إلى أربعة كيلوغرامات وسطياً وطوله خمسون سنتيمتراً تقريباً في نهاية الشهر التاسع في أثناء المرحلتين الثانية والثالثة تساهم أجهزة الأعضاء الأم في دعم الجنين المتنامي إذ تحدث تغيرات في وظائف أجهزة الأم كزيادة مع معدل التنفس والسعة الحياتية للرئتين لمواجهة متطلبات الجنين التنفسية التي تزداد بنموه وزيادة حجمه وأيضاً بزيادة حجم دم الأم نتيجة تدفق الدم إلى المشيمة ولأن الجنين ينقص ضغط الأكسجين ويزيد ضغط ثاني أكسيد الكربون في الدم مما يحفز إنتاج هيرمون الإيرتروبوتين من الكيلية فيزداد حجم الدم لدى الأم في الأسبوع العشرين من الحمل ليصل إلى نحو ستة لترات ونصف اللتر ويزداد أيضاً معدل الرشح الكبابي في الكيلية بنسبة خمسين في المائة لذلك تحتاج النساء الحوامل إلى التبول بشكل مستمر يزداد أيضاً حجم الغدد الثدية وتبدأ بنشاط إفرازي وتزداد متطلبات الأم الحامل من المواد المغذية لتلبية حاجات الجنين وتتوج فترة الأشهر التسع من الحمل بحدوث المخاض لينطلق الجنين بعدها إلى الحياة وتبدأ معه أول صرخة لتكون إشارة لبدء حياة جديدة ترجمة نانسي قنقر